السلام عليكم متابعين الكرام اهلا بكم في قناتنا الاخبارية اردت الكاميرون امس السبت على قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم صحبة تنظيم بطولة كأس الامم الافريقية 2019 وصفة ذلك بانه قرار غير عادل والظلم السارخ اعكدت الكاميرون في بيان شديد اللهجة اصدرته وزارة الاعلام انها ستعمل على انجاز كل المشاريع التي كانت مقررة لاستضافة البطولة في موعدها المحدد رغم صحب التنظيم منها واوضحت الوزارة ان حكومة الكاميرون اخذت علما باستياب قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لكرة القدم بصحب تنظيم كأس الامم الافريقية 2019 من الكاميرون واعتبرت ان القرار المفاجل اكثر من سبب هو بالتأكيد غير عادل بالنظر للاستثمارات الهائلة التي قام بها بلدنا والتي اثمرت بونا تحتية ممتازة يشهد عليها الجميع هذا القرار غير مستحق نظرا لتصميم رئيس البلاد والشعب الكاميروني على القيام بكل جهد لاستضافة البطولة ورأت الوزارة الكاميرونية انه من الواضح ان بلدنا كانت عرضة لمعاملة تثير التساؤل مؤكدة ان القرار هو ظلم فضح واعلن رئيس الاتحاد القاري احمد احمد الجمعة من العاصمة الغانية اكرة سحب التنظيم من الكاميرون قبل سبعة اشهر من الموعد المقرر للبطولة وفتح باب الترشيح امام الدول الراغبة بالقيام بذلك كان معكم في تقدم هذه الحلقة مصطفى الدزي دمتم في حفظ الله ورعايته الى اللقاء شكرا متابعين الكرام الى كانت هدى اول مرة شاهدت الفيديو هدينا المرجو الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك شكرا لكم